كهرباء بالمناسبة يعني تسبب في حالة سعادة بالغة وإحنا شايفين في صورة هي مع حضراتكم الفولت العالي هو شيء للقضية ممكن إنجاز التعبير حلوة بقى تمشي كده برضه تمشي كهرباء من الناس اللي فعلا خلي بالحضراتكم مش أي حد ممكن يغيب لشهور طويلة عن المشاركة مع فريقه وفي نفس الوقت بقى بيتعرض لكم ضغوطات كبير جدا وتشكيك وبلوى مؤمرات في بعض الأحيان وساعة لما يرجع ويحط رجله في أرض الملعب وإنت كمتابع أو كمشجع ما تحسش ولو للحظة إنه كان غايب الشهور دي كلها مش أي حد يقدر يعمل ده كهرباء هو كمان العيد استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى تعالوا نروح ليه تصريحات كهرباء اللي طبعا نتكلم عن المواجهة المرتقبة ما بين الأهلي وبين ريال مدريد باعتباره طبعا وده اللي تكلم عنه كهرباء باعتباره إنه أفضل فريق في العالم حاليا قال إن العيد النادي الأهلي عندهم ثقة كبيرة جدا في نفسهم وفي قدراتهم لمواصلة المسيرة النكحة فيها دي النسخة من المنطيق تعالوا نتابع ونسمع كهرباء دي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بشكرك طبعا على الكلام الجميل دوت طبعا وبشكرك كلكم على تعبكم معنا يعني الواحد الحمد لله يعني بيسعى وبيتعب وربنا بكافين في الآخر يعني بضيعش مجهودة وضيعش صبري اللي فات لأن تعبت جدا الفتر اللي فات ديت ولولا مستنودة النادي الأهلي والنادي الأهلي وجمهير النادي الأهلي طبعا وزمائل اللعيبة وجاز الفني يعني ما كنتش هزر من المستوى دوت يعني وبشكرهم جدا ودي المعتاد في النادي الأهلي إن الروح الروح اللعيبة هي اللي بتكسب على طول يعني وبدعم من الجمهور يعني الحمد لله الفترة كانت صعبة ومهمة جدا أكارابة لكن التزامك وتركيزك كان مهم جدا عشان ترجع بالمستوى ده لأن جمهور النادي الأهلي مستنى كهربا اللي هم عارفينه كهربا واحد من أهم ملاعب النادي الأهلي وأهم ملاعب منتخبنا الوطني السر كان في إيه قولي الفترة اللي فات دي قدرت إزاني أنت تلتزمك كهربا كده والله يمكن أعد على سبع شهور يعني كانوا صعبين على قوي يمكن أصعب سبع شهور أعد على في حياتي مساعة ملاعبة الكورة يعني دخلت في حاجات كتير قوي ممكن مش بإيدي كان غصبا عني وكان فيه ظلم كبير قوي يعني بس طبعا يعني في الأول آخر طبعا عندي حكمة ربنا وبحمد ربنا وأشكره على أي حاجة طبعا بيعملها لي وقربت من ربنا يعني الفترة اللي فات دي جدا جدا يعني والدي والدتي يعني دعواتهم وأختي يعني وأخويا كل يوم يدعو لي وكل يوم معايا فيعني كانت حاجة بالنسبة لي كانت صعبة قوي بس الحمد لله قدرت أمر بيها لأنه هو ده أكل عيشي وهي دي وانا ما عفش أعمل حاجة ركورة يعني فالحمد لله تعيبت وقفلت على نفسي جدا الفترة اللي فات دي جدا وربنا كافيني في الآخر يعني لو ععدت من هنا لحد ما موت يعني هشكر ربنا مش يعني مش هقدر أديله حق يعني ربنا يعني كبير ونصرني يعني في الأداء واللعب وبعد تعب وبعد صبر ومعاناة وضغط وحيات كتير قوي يعني الواحد كان ممر بيها الفترة كافيني دي كانت صعبة قوي يعني يعني والله يعني ممكن ما كانش حد يقدر يمر بيها لانا مرت بيه دوت يعني ممكن حاجات صعبة قوي بس الحمد لله في الآخر برضو ربنا كافيني وديني على عد صبري وتعبي يعني لكل مجتهد النصيب الأهلي وريال مدريد حلم كبير جدا أو المقابلة رسمية في تاريخ النادي الأهلي عمام ريال مدريد كل الأسكوات الحقيقة وكل التيم حلم كبير جدا كهرباء شاف المبارلة جاهز ازاي وشاف حلم جمهور النادي الأهلي في كاس العالم ازاي يمكن يعني الواحد مبسوط أو فرحان إنه هو زميله وجازف فني بيخلي جمهور النادي الأهلي يفرح كل يوم والفترة الفترة دي الأخيرة يمكن إن ربنا يرجعني قبل مطشين مهمين في الكاس والدوري وبعد كده روح على الكاس العالم الأندية فدي بالنسبة لي ممكن كان حلم إن أنا قبل ما أدخل النادي الأهلي نعلم على الكاس العالم الأندية الحمد لله ربنا بيكافئني وحاجة كبيرة قوي لنا واللعيبة كلها وللنادي الأهلي إن إحنا هل لعب للنادي الأهلي في نصف النهائي فبتمنى من ربنا يعني إن شاء الله بإذن الله يعني يدينا على قد تعابنا ومجهودنا الفترة الفايدة كلها ونكسب للنادي الأهلي بإذن الله فيش حاجة بعيدة عن ربنا ولكل مقتهد نصيب نختم معك بجمهور النادي الأهلي اللي قال محمود كهرباء هو ابن النادي هو استقبلت ده إذا كهرباء في أول مباراة لأن أنت عرف جمهور النادي الأهلي مساند وداعم لكل لعبة النادي الأهلي والتحديد محمود عبد المعام كهرباء يمكن جمهور النادي الأهلي لو عدت أشكر فيه كتير قوي مش هو فيه حقه ولا هدينهم حقهم يعني أنا بشكرهم وكل جزمة واحد فيهم على راسي هم السند الفترة الفايدة دي كان سند رهيب يمكن حاجة كان بالنسبة لي كبير قوي لأن أنا واحد منهم قبل ما أكون لعب كورا يعني ممكن مش كلام بقولوا في التلفزيون ولا حاجة هم حسين وهم عارفين أنا بشكرهم جدا 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 وبقول لهم لسه عندي كتير قوي أقدموا لكم وردوا لكم الجميل اللي أنتم عملتوا معي الفترة الفايدة دي كلها وأنا يعني طول عمري هفضل واحد من أبناء النادي الأهلي وهفضل واحد منهم وبشكرهم قوي 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 بجد على الفترة الفايدة دي كلها الصعبة اللي عادت علي وهم كان السند الأول والدائم وربنا فروحكم دايما وبحبكم قوي قوي بجد حبيب 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 طيب ده كان جزء من أو دي كانت تصريحات يعني كهرباء